ونعود أترحيب مرة أخرى بالأستاذة رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات التاليستراتيجية أستاذة رحمة مرحبا بك مرة أخرى يعني تبعنا سويا بعض المشاهد في بعض المركز الانتخابية حول العالم ويعني إقبال مبشر من المواطنين المصريين في الخارج إذا ما عقدنا مقارنة بهذه الانتخابات ونحن نعلم أننا في أولها ولكن إذا عقدنا مقارنة مبدئية بهذه الانتخابات مع انتخابات سابقة هل لك أي ملاحظات على يعني تعامل الناخب المصري أو عوامل أثرت على تشكيل الوعي الناخب المصري بالخارج هذه المرة هو بالفعل أن دائما نحن بنشوف أن الناخب المصري بيقف وراء الدولة المصرية في اتخاذ مواقف إيجابية تجاه عملية التصويت فإحنا شفنا أكبر مشاركة للناخبين المصريين في الخارج عام 2014 وده كان العام اللي كان بيتم فيه اختيار الرئيس السيسي لأول مرة وده بعد فترة حكم الإخوان وانعكس الأمر على تلبية المصريين بالخارج للنداء الوطني والمشاركة الإيجابية في عملية التصويت نتيجة الوضع المتأزم في المنطقة خلال الفترة الحالية فهو الأمر الذي قد ينعكس أيضا أو قد يكون مؤشرا إيجابيا تجاه تصويت المصريين والالتفاف وراء الدولة المصرية وإظهار صورة إيجابية للعالم أجمع خاصة أن الانتخابات الحالية تشهد أربع وجود أربع مرشحين من حق كل الناخبين أن يختاروا كل من يرونه مناسبا خلال تلك الفترة خاصة زي ما تكلمنا أن الفترة تواجه فيها الدولة المصرية بعض التحديات الإقليمية سواء من الجنوب في السودان أو في تجاه القضية الفلسطينية وكذلك القضية السورية أيضا التي لم تحل بعد وما يحدث فيها الدولة الليبية وبالتالي فإن تحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن الوطني هو دافع جيد للجاليات المصرية في الخارج والمشاركة في العملية الانتخابية والعملية التصويتية وده بالفعل انعكس على عدد للناخبين ووجود توابير من الناخبين أمام السفرات المصرية وهذا ما شاهدناه بالأمس وفي صباح اليوم أستاذ الرحمة تحدثت عن وجود أربع مرشحين في هذه الانتخابات الرئاسية هل ترين أن التوادد للأربع مرشحين هو بشكل متوازن بالنسبة للناخب هل البرامد الانتخابية للأربعة مرشحين تصل بشكل متساوي إلى الناخب المصري سواء في الداخل أو في الخارج هو بالفعل مؤسسة الدولة بتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الأربعة سواء من تواجدهم في وسائل الإعلام المختلفة وكيامهم بعرض برامجهم الانتخابية بشكل واضح وكمان ده شاهدناه في وجود متى ديئة لكل مرشح أتحتها ليهم الشركة المتحدة للإعلام وهذا بجانب التأكيد من هيئة تنظيم الانتخابات على الوقوف بشكل واحد وموحد من كافة المرشحين دون التحيز لمرشح دون آخر وخروج مؤسسة الدولة من فكرة دعم مرشح دون آخر فده فعلا رأيناه للأمر الذي يؤكد على نزاهة وشفات العملية الانتخابية أما كسافة تواجد المشاركين أو المرشحين في العملية الانتخابية الحالية فهو اختلف من مرشح للآخر فكانت حملة الرئيس السيسي هي الحملة الأكثر نشاطا في التواصل مع الجليات المصرية وتواصل مع سفرات المصرية بالخارج والعمل على التكسيف تواجدها من خلال الغرفة المركزية التي قامت بها وقام المرشحين الأربعة بتتشين غرف مركزية لمتابعة العملية الانتخابية وبالفعل اتفق المرشحين الأربعة في البيان الختمي الأول يوم بعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات قطعية العملية الانتخابية وبالفعل المرشحين الأربعة اتفقوا على نزاهة العملية الانتخابية وده أمر يؤكد على ما قامت به الدولة المصرية وهي التنظيم الانتخابات بشكل مسبق من تقديم ضوابط وشراطات وضمانات للمرشحين الأربعة بضرورة وجود حيادية في العملية الانتخابية وهذا ما نعكس بالفعل على المشهد الذي زر أيناء نعم من ضمن المشاهد التي استوقفتنا ومشهد المرأة المصرية في هذه الانتخابات خاصة ما شهدناه في مملكة البحرين وكما رصد لنا من هناك رئيس الجالية المصرية كيف تقايمين دور المرأة المصرية بشكل عام في الانتخابات بشكل عام وفي الانتخابات الرئيسية هذه المرأة المرأة دائما لها دور في كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ بدايتها سواء في الداخل المصري أو في الخارج وكان لها دور في حاجة باعتبارها هي مصدر دعم الأسرة أو هي الموجه لكافة أعضاء الأسرة وبالتالي في وجود المرأة في عمليات التصويت ويوجودها في أمام لجان الانتخاب كان هو أمر متوقع لكن هو الأمر ما اقتصررش على وجود المرأة بالعكس نحن في الفترة دي شفنا تواجد فئات شبابية بشكل مختلف وده كنا دائما كان بقى فيه كلام أن في بعض الاستحقاقات أو الانتخابية بشكل عام قبل تشهد عزوف من الشباب ولكن توافد الشباب بشكل مكسف على اللجان الانتخابية هو أمر جيد بشكل كبير خاصة ممكن يرجعوا أن وجود بعض الفئات الشبابية اللي دخلت داخل السن القادر على الانتخاب والإبلاع بصوته وبالتالي ممكن تكون تجربة جديدة للعديد من الأفراد وده ينعكس على الفئات العمرية اللي شاركت في العملية الانتخابية سيدة الرحمة هل الانتخابات في الخارج هل دائما ما تعكس التوجه الانتخابي في الداخل أم هناك فرق في المشهد ما بين المصريين في الخارج ومصري الداخل لا فعلا نزام حرارة تكلمتي هو فعلا بتعكس المشهد نتيجة التوافد في المصريين في الخارج هو كان يبقى المؤشر الأولي للنتيجة في الانتخابات أو النتيجة في التصويت في الداخل فعلى مدرد ثلاثة أيام ومن نتيجة الأرقام التي سيتم أعلنها من قبل هيئة تنظيم الانتخابات يمكننا تحديد النسبة التي يمكن تحقيقها خلال أيام 10 و11 و12 وهي أيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج كمان هي بتقدر تعمل عملية من الزخم حول العملية الانتخابية وبداية توجيه الانتخابين في الداخل بضرورة التوجه لمكررهم الانتخابية لإدلاب أصواتهم فقاموا المصريين بالداخل بمواجهة بعض التحديات نتيجة بعض المسافة وغيرها من الأمور اللوجستية التي كانت تمثل عقائق أمام البعض في التوجه لإدلاب أصواتهم أما الأمر مختلف بالنسبة للمصريين في الداخل فهو اللجانة الانتخابية بتكون أقرب أو بتكون أقرب من محل السكن وكمان هيئة تنظيم الانتخابية كانت تحددت للمصريين بالداخل لإمكانية تحديد اللجانة الانتخابية الأقرب لهم خلال فترة في بداية شهر الحالي أو بداية شهر نوفمبر على وجه التحديد لتحديد الأماكن الأقرب لهم وبالتالي فلا يوجد نفس المعاقات التي قد تكون حائلة للبعض في الخارج وبالتالي قد يكون الأمر متزيد وقد تكون المؤشرات أكثر إيجابية وأكثر مشاركة في الداخل أستاذ الرحمة كيف ترين إقامة الانتخابات على مدار ثلاثة أيام هذا الأمر له مردود إدابي أم له بعض السمبيات أيضا العكس هو فكرة أن وجود ثلاثة أيام دي أمر سواء للمصريين بالخارج لأن نتيجة اختلاف أيام الأجازات بالنسبة للمصريين فوجود الجمعة والسبت والحد فهي أيام أحيانا بتبقى نصف يوم عمل أو يوم عمل كامل للبعض وأيام أجازات للبعض الآخر وبالتالي تحت الفرصة الأكبر للجاليات المصرية في الفرصة بالوصول إلى المقر الانتخابي والإدلاب أصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية وبالتالي فهو أمر مستحسن ولكن الأمر قد يكون في التصوير الإعلامي قد يكون بنفس الكسافة التي قد تكون عندما تم تحديد أيام أقل نتيجة التكاسف أو الحجد في نفس اليوم وبالتالي فإن اتساع عدد مقرات الانتخابية ووصولها إلى 137 مقر انتخابي وفي 120 دولة والانتخابات على مدار ثلاث أيام هو أمر إيجابي نسبيا للتسهيل على المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية نعم أستاذ الرحمة ذكرت منذ قليل أن مسألة الحرب على غزة وما يحدث الآن في المنطقة كان له أثر كبير على تشكيل وعي الناخب المصري أيضا هناك عوامل أخرى ربما أثرت على تشكيل وعي الناخب في الفترة الحالية بشكل أو بآخر يعني مسألة الأزمة الاقتصادية العالمية مسألة تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية هل من عوامل أخرى بخلاف حرب في غزة أثرت على توجه الناخب في هذه الانتخابات وإحنا ممكن نتكلم على الدور اللي قامت بي وزارة الهجرة أو وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في الرفع الوعي لدى المشارك المصري والجاليات المصرية بالخارج بضرورية التواجد وحسومها على المشاركة نتيجة وحسومها على عدم الإنسوات وراء الشائعات التي قد يطلقها البعض خلال الفترة السابقة فقمت الوزيرة سوها الجندي بعمل جوالات في الدولة الأوروبية خلال حمل الشارك بسوتك للتواجد بين أبناء الجاليات المصرية بالخارج التي توعيتهم بأهمية المشاركة بشكل عام دون تحديد مرشح دون آخر ولكن كانت عملية لتسهيل التواصل بين الدولة المصرية وبين أبناء في الخارج وتوضيح الوضع في الوضع المصري الحالي وأهمية المشاركة من قبل هؤلاء الجليات أستاذ الرحمة أسألك عن أيضا الدعاية الانتخابية هل الدعاية الانتخابية في زمن التواصل الاجتماعي تختلف عن الدعاية الانتخابية التقليدية بمعنى هل يمكن اللجوء إلى وسائل مختلفة وأساليب مختلفة للوصول إلى الناخب والتعريف بالبرامج الانتخابية بخلاف التعامل المباشر أو اللفتات أو ما إلى ذلك بالفعل أصرت أصر وجود موقع التواصل الاجتماعي على التواصل بين المرشحين الأربعة وبين الناخبين المحتملين كل حملة رئاسية وكل مرشح رئاسي أصبح له صفحة على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة وزيح رئيك عارفة أن موقع التواصل الاجتماعي تختلف من الاهتمام من بعض المصريين أو بعض المهتمين إلى آخر سواء الشباب أو الأكثر أو الأكبر سناً وكذلك في بعض الدول فهنجد أن الفيسبوك مهم فيها الدولة المصرية بينما موقع اكس تويتر سابقاً مهم فيه دول الخليج والانستجرام مهم بالنسبة للشباب وبالتالي تواجد المرشحين على المنصات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي والنشر المكسف بالشكل الدوري واختيار التوقيطات المناسبة لنشر تلك البرامج الانتخابية أو الدعاية الانتخابية أو محتوى كل حملة انتخابية ونشاطاتها ساهم في الوصول لعدد كبير من الجاليات بشكل سهل وموسط كمان كان فيه تنوع في محتوى الذي تقدمه كل مرشح سويا من خلال انفو جراف أو المنشورات العادية أو البيانات وكذلك بعض الفيديوهات كمان كانت تواجد المرشحين على وسائل الإعلام التقليدية تم رفع على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى عدد أكبر من المتابعين وده كلها أمور سهمت في زيادة العملية الانتخابية احنا كمان عرفيني أن اللافتات والإعلانات الخارجية وإعلانات الطرق مفيدة في حالة التصويت الداخلي أما التصويت الخارجي فهو يعتمد أكثر على التواجد في وسائل الإعلام التقليدي أو وسائل الإعلام الترفيزيون وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد طبعا هذه نقاط مهمة جدا أستاذ الرحمة وتأخذ في الاعتبار أيضا في هذه المرحلة انتخابات المصريين في الداخل الوصول إلى كافة طواقف المجتمع ده أمر مهم واستخدام وسائل التواصل الحديثة أصبح أمر مهم للغاية هل برأيك أن الحملات الانتخابية للأربعة مرشحين تأخذ في الاعتبار ما ذكرته الآن وهو أمر في غاية الأهمية؟ بالضبط فنم هو احنا كمان ممكن نكلم على نسبة أو مؤيدي كل حملة انتخابية فنجد أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئيس السيسي هي الأكثر تأييدا من عدد من الأحزاب المصرية سواء حزب مستقبل وطن حزب حماية وطن تحالف الأحزاب المصرية وغيرها من الأحزاب التي لها توجد فعلي وشعبي على الأرض وبالتالي فانتشار اللفتات أو الدعية الانتخابية فهو أمر محتمل ومتوقع نتيجة عدد الأحزاب المؤيدة للمرشح الأسيسي بالرغم من إعلان الحملة عن استقبال التبرعات لصالح القضية الفلسطينية وهذا ما فعلته بالفعل وشفنا المستشار محمود فوزي ومؤتمر الصحفي من رفح أما بالنسبة لمرشح حزم عمر فكان مرشح حزب الشعب الجمهوري وهو ثاني أكبر قتلة تسويتية قتلة برلمانية فبالفعل كان له تواجد ولكن نتيجة وجود حزب واحد بس فتواجد كان أكثر على مستوى الإعلام أو اللقاءات الإعلامية التي قم بها المرشح حزم عمر بالفعل وبعض اللافتات في الداخل كان المرشح الأكثر نشاطا بعد حملة الرئيس السيسي هو المرشح فريد زهران وهو مرشح حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وبدعم من حزب العدل فبالفعل شهدنا اللقاءات صنعية قام بها سواء مع بعض السفراء الأجانب في مصر أو بعض اللقاء ببعض فئات المجتمع وكذلك اللقاءات التلفزيونية المتنوعة التي شهدت طوافق ويهي نسب محددة متساوية بين المرشحين السليس وكذلك مرشح حزب الوفد عبدالسنة دهما مرشح حزب الوفد من الأحزاب التي لها قواعد جماهيرية وبالتالي اعتمدت حملاته على القيام بعد المؤتمرات والندوات في المجتمع للوصول إلى أعداد أكبر ولو كلمنا عن المؤتمرات والندوات كان حزب الوفد وحزب المصري الديمقراطي هو الأحزاب التي لها عدد كبير من المؤتمرات التنظيمية في العديد من المحافظات وهتم فريد زهران أكثر بالمحافظات الجنوبية أما المرشح حزب عمر فأعلن عن وجود أربع مؤتمرات قامت بتنظيمها الحملة خلال الفترة السابقة قام بتنظيم مؤتمرين ومن المتوقع أن يكون بتنظيم مؤتمرين آخرين قبل فترة الصمت الانتخابي في الداخل على العنون كل هذا الزخم ما بيصب في صالح المواطن وصالح الناخب المصري أنا بشكر حضرتك جزير للشكر أستاذة رحمة حسن على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات الأستاذة رحمة حسن الباحثة بالمرتز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر